مرحبا بكم اليوم نعلم براونيز في الكابكيك تبعوا معي الوصفة وشوفوها راهي ناشحة الف بالمئة كما كالبراونيز يتحط في الكيكة مربع يتفكروا 200 جرام شوكولاتة شوكولاتة حليب كما تحب شوكولاتة الحليب لا يوجد الكحلة المصدرات اضعوا 110 جرام زبدة ومعها ثم اضعوا ثم اضعوا ثم اضعوا الزبدة ثم اضعوا ثم اضعوا ثم اضعوا ثم اضعوا ثلاثة بيضات ثم اضعوا ثم اضعوا 150 جرام سكر اي نوع سكر موجود عندك ليس شرط انه يكون بني ولا ابيض اي نوع سكر ثم اضعوا ثم اضعوا ثم اضعوا ثم اضعوا ثم اضعوا ثم اضعوا حيث اضعوا والزفزة ثم اضعوا ثم اضعوا حطيت 65 جرام فرينة 25 جرام كاكاو بودر وضع فانيه كنفرة تمضي ميزانة وحضرت اطباق الكبكيك لقد امضت المربع وانسيتم جملة المربع لقد امضت المربع ونخلط فيه السياسة ونضع النواش ونضع المربع ونضع المربع يجب أن نقوم بوها على أخوه لا ركضان لا تغربيل لا حتى شيء دعني نرى ماذا يطلع ايخ يطلع هذيك هو ويجب أن نقوم براونيز بالشوكولات الكحلة لا نحبها لحقيقة نضوقها ونكملش ناكلها أول مرة في حياتي ناكل ثلاثة كعبة براونيز في جرد بعضه ومنحسش بكل مرارة هذيك وبنينة لا تقلكم مش الطباق تعمل من هنا تكل في ديتها من هنا خلطهم الكل مليح مليح ونضعهم تنجمو تحطوهم في طباق واحد يعني عشرين على عشرين مثلا وحتى أقل شوية خمستاش على عشرين تحطوهم في الطباق متاعكم في الفور على مئة وسبعين درجة وإلا مئة وثمينين درجة كان الفور متاعكم مش قوي أنا حتيت على مئة وثمينين درجة مدة عشرين دقيقة على خاطر كاب كيك إذا كان بش يخذ طباق يخذ أكثر خمسة عشرين دقيقة ومبعد بالديستخيبيتور غذية بتاع الكاب كيك عبيتوا فيهم وقعد تنصب فيهم تعرف فذية رحمني في حكاية السواء الهاكاية كي بش تخدمهم لا تبلويز ولا تقعد عبي بالمغرفة وحطا تبدأ حاجة سهلة هكاية وسهلة تك تك وما تقطرش على جناب وكل كالطرف اللي يقعد بسباتول نصرحه و تنظف كلها طوى باش نزيدها شوية ببيبيت دو شوكولاتة ما عندكش ببيبيت خوض شوي شوكولاتة وكسرها ما عندكش مش لازم اما راهوك ببيبيت دو شوكولاتة وإلا شوكولاتة هي اللي تحطها في هديكا هي اللي تعملك القلب الدخليني اللي فيه شوكولاتة هي كيما متعش شرع كنت تتفكروها ما نقبل منيش نحكي على طاوطة وما نعرش ومبعد ما طابت اهاي كيفاش ما تطلعش برشا مفيهش خميرة دجا براونيز ما يستحقش خميرة خرشتهم وما زالوا سخان الهني خليهم يبردوا شوية ومبعد نوريكم من داخل كيفاش إذا تحبوهم كيمة الفندان خليهم 15 دقيقة في الفور إذا تحبوهم كبكيك كبكيك خليهم 20 دقيقة بهيس إنما نحبك ناكل الفندان نحبك الحراف متاعه أكثر من القلب خاصة كي تعملوا كالخبزة يجي الوسطان يتريع على الخر وتبقات ستنهي برد بش نجم تاكله نحيتهم من الطبق بش يبردوا وبعد نحطهم في طبق اخر حضرت لهم الطبق حضرت لهم الطبق ما تسألوني ش منين الطبق انشار الفيديوهات الجاية تنوريكم وقلكم منين وكيفاش وكيفاش محلي حصيلو انا عاجبني وحتيت كعبات الكبكيك براونيس براونيس لا يستحقوش زينة لا يستحقو حد شيء طعمهم بركة يكفي نحلو طوا نوريكم كعبة كيفاش حراف متاحة والقاعة متاحة والوسط متاحة حصلوا من النواحي لكلها او كبشتعفوا لي ما فيش سوائل ما يتبلش البابير ما يتبلش نشوفوا ما شاء الله كيفاش التكستور من بركة تجرميش الفوقانية ومن لوطك التراوم تعلقاتوه في الوسط القلب متاعو شوكولاتا ننصحكم تجربوها وردولي لاخبر اكا وهذه وصفتنا كيلة لليو ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة